مين اللي جاي؟ طيب احنا وصلنا الفقرة دلوقتي احنا بنفنش خلاصها يا عم فاضل تلات ورقات وانت قاعد كده لوحدك كده وحصل كده في تفكيرك كده انك عندك مشكلة عندك في حاجة انت كنت عاوز تعملها ومش قاعدة محتاج مش عارف مين او مين مين اللي بيجي على زينك في التليفون بتطلبه وبتاخد رأيه؟ ده انا باخد رأي واحد مش هيجيلي عمره كابتن صالح كابتن صالح ماذا لو كنت موجود؟ ده مبيش حد تاني لا كل واحد بقى ازا كان فيه في دارة التخصص خبرة مش موجودة عندي اسأل لا اي حد لا انت اللي بتبقى محتاجه لو واحد في ازاي؟ النهاردة الشخص اللي دايما انا حطه كده لو موجود كنا حنيعمل ايه؟ اسأله ازاي وهو كان يوافع عليه وما يوافعش علي ايه؟ واخده انه هو يبقى ما ينفعش ما عملش دي طيب احنا وصلنا فقرة انت مين؟ لما اجا قولك انت مين؟ اسمك السلاسي ايه؟ اسرتك مين؟ بتحب تاكل ايه؟ بتحب تشرب ايه؟ بتحب تقضي وقتك فين؟ انت مين؟ انا قلتلك اسمي محمد عدلي واسمه مركب وانا ابن رابل المزارع من كبار المزارعين وكان يعمل في العمل السياسي وسليل جانب ثقافي من ناحية والدتي اسرتك ايه اللي انت عايش معها دلوقتي؟ المحيطي محيطي الثقافي يتخلق من اسرة امي محيطي العناد والاصرار على النجاح والشغل من محيط ابويا ولكن يبقى الشارع والمدرسة والجامعة والنادي الاهلي هم اللي كونوا النادي شخصية عدل القيعي وكونوا مستقبله لو قلتلي ان انا خططت الحاجة خالص عشان اعمل كده انا كنت نفسي اشتغل في الاعلام اشتغلت بس ما خططتش جيه زي موحكتلك كده كان نفسي طبعا اه 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 ابقى قريب في النادي الاهلي وقريب اتفرج على النجوم النادي الاهلي بقيت جوه معاهم في دولاب العمل اه ان انا يوثق فيه لدرجة ان انا الحمد لله مفضل من عند ربنا مفيش منصف في النادي الاهلي تقريبا معدتش اه وتعلمت منه وحاولت اساهم فيه هل انا كنت اتوقع هذا مؤكد لك هذا رزقك رزقي والذي اختاره لله لانه كان مشوار ممتع ايه للغاية يا مصطفى اسريتك بقى ان انت عايش معا دلوقتي ربنا هتخليهم لي ومراتي التي قدينا لها بالفضل انها تحملت الغيابات النادي الاهلي ساعات يشفتك طبعا اه تحملتني في كل المواقف بالعكس كانت تسهل لي احيانا يعكبتني صالح مرة وانا كنت حتجوز كمان اسبوع عايز يبعتني غانة مشوار فاحتزرتله فرجع بكلمه كانت خطبتي وقتا اه فاقول لها انا مداي شوية قالتلي قلتلي 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 اضطرته اقول لها اول مرة كابتن صالح لا قالتلي ليه قلتلي لا في ايه قالتلي دا عايزنا سافر وكان يعني احنا في 23 مارس وعيد ميلادي 25 مارس اول عيد ميلادي هنقضيه مع بعضينا يعني اه وبعديها ب7-8 ايام اه حيبقى اه كاتب الكتاب والفرح قالتله انت زي تقول له لا قلت لا يعني لو جيت قلتلي حتقل عيلي دبلة قالتلي مين قالك الكلام دا قل لي ايه اللي انت عايز تيجي تلاقيه معمول اكتبهولي وما تقولهش لا اقول روح تقول انت لكابتن الكلام دا اه مين هيعمل كده هتقول له ايه وانت بص للكاميرا كده الوقت اه اقول لي مين اقول له ايه مال هتقول لي انا اه اقول لي زوجتي يعني انت بتحبين انا ولا بتحبين ايه ايه اه لا لا اقول لي زوجتي ربنا اكرمني بيكي واتمنى ان انا ما تكونش يعني خيب تأملك في اي لحظة من اللحظات وده صعب مفيش حد ما بيحقق كل حاجة لكن لازم تعرفي ان انا كل طاقتي وكل عملي اسعادك واسعاد ولادنا وان انا اكون النموذج اللي يعني اللي تحبوه ربنا يخليكم البعض وانت معاك ستة جميلة في كل شيء وربنا يساعدكم ويفيكم شر العين الحمد لله عندك اولاد ايه عندي منا وعندي محمد وعندي حفيدة واحدة حفيدة نادية بنت محمد بنت محمد ودي داتنا طعم جديد ومشوار جديد وتحدي جديد يعني وهي كنا نهيمها وهي بيبي اوي اه فحضنينا فكنت ابو الصلاة لا لا انت جديدتي جديدتي الدوافع بتاعتي ربنا يخليها لك يا رب محمد انت بتخبى عنه كل الصفقات وبالصدفة بيعرف من بره فيش بخبى ما بقولوش ليه لان عملي مايصحش اتكلم في عملي حالة لقدت اسبابة يا كابتن مصطفى ان عملي اه السرية تنجحه امم طب ماذا لما تمش هصدر خيبة امل للجماهير واللي توقعت طب ما اشتغل في صمت والناس تفرح بالمفاجأته خلالة وعالفكرة هو اتعلم كده في شغله نعم امم يعني اتعلم منك في شغله لا بشوفه وهو بيتطوره اه طيب احنا معانا حاجة كده مفاجأة معاملينها من منا لبابا عبده لبابا عبده بابا عدلي بابا عدلي انت بابا عبده امرك شفت واحد يبقى بابا هو اصغر من ابوه طيب هتقول ايه المنا ومحمد هقلهم ربنا اخليكم ليه انا اشوف ماليش دعو بوجة نظر الناس او ان انا اشوف نجحين او مش نجحين لكن انا اللي عايز اقوله لك انا معايا اتنين بني ادمين من انقى الناس اللي الواحد يعني يتمننوا في العيق النقاء والصدق والاصالة الغازة لا ريئة عايز اقول ايه المنا عايز اقول لها انت يعني سباقتي توقعاتي فيكي ما كنتش متوقع ان ما هو بيتها حتتفجر كده في مؤسسة في الشرق الاوسط بتدي احسن شاعر عربية هم هتكرمها يوم عشرين ايه بتحديد دي الناس بتاعشان ابوها ايه طلع زي ابوها لا ما يعرفوش ابوها لانها مؤسسة عربية وعن عمل كويتي عملت لهم اغنية العيد اللي هي هل الفرحة صوت موسيقى موسيقى